اشتركوا في القناة تتابعي البرامج ديالي للا زين دائما دائما كانت تابع وتبارك الله عليك الله يحفتك الله يطولي في عمرك وسادا هو ناجبتك باش نرجع الزمن الجميل الزمن الطرب وخاتها الزمن تهو جميل ولكن نرجع الزكريات رواد وجيل الدهبي مرحبا بك للا زين بارك الله وفيك لبس عليك الحمد لله أولا شكرا لأنك لبيت الدعو الله يودي هذا الشرف لي أنني نكون معكم بالعكس هذا هذا واجب والفنان الانفتاح دياله هي هو الإعلام بصفة عامة يعني لما كنتو شنتو مارا ما كينين شحنا بالعكس مرحبا وسادا غادين غادين نحاول نرجع معك شوية لور كيفاش بدات للا زينب فين بدات فين قرأت الموسيقى أنت نعرف عندك واحد باقي كبير بزف ديال الأغاني أو ديال الحفلات أو ديال أنت ربما بدتي من الرواد يعني شحن من سنة زينب أنا يعني كفنانة محترفة ما يزيد على عشرين سنة عشرين سنة وبطبيعة الحال من البدايات والهواية أنت كتعرف أي فنان كتكون الفطرة الفنية بطبيعة الحال لأنه باش يكون فنان صادق كتكون بالفطرة وبالهواية زائد أن الإنسان كي يقرأ ضروري خصك تقرأ وتعرف فراسك أشنو كتشنو كتدير يعني في هذا الميدان ما يمكنش تبقى غير هاكدك جاهل دك شي اللي انت كتشتغل فيه ضروري خصك تدرسو فعلا فين كبرت للا زينب يعني إين حين أنا بنت سباتة لذا بك يقولوا شريع شجر تحييان هو كان شريع بولفغ أبخي والله شريع الكوماندر دريس الحارتي ودبا الناس كلها كتعرفوا بشريع شجر أنا زيادة ما زيادة وخلق دبا سكن وليدية ضربة بقا سما ولكن أنا كان غيرت سكنة ديالي بحكم لما مش العمل هو أنني تزوجت وعندي بيت وعندي ولدات في مستقرة دبا دبا أنا قريبا أنا هنا في شريع المقاومة أنا قريبا لكم تبارك الله وصلح عن بي إذن وسادة بديتي من ثباتها بدأت الموهبة ديالك بديتي تدخلي الحفلات فين تكونتي يعني وش كين شخص اللي يدعمك كين شخص اللي خلاك تمشي في هاد المسيرة دي العشرين سنة كان أولا رحمة الله عليه الله يرحمه فض النار ويرحم أموتنا وأموت المسلمين هو الأب ديالي مصطفى ياسر أنا يلبكرة ديالي بطبيعة الحال وكان نلمس في هاد الحب ديالي للفن والهواية ديالي وكان كيسندني بحكم أنه كان كيصاحبني دائما المعهد الموسيقي الحقيقي الحفلات لأي حاجة يعني فنية كان هو اللي كيدعمني وكي شجعني يعني كبنت وكيسطحبها لأي بلاصة بحكم أنني بديت صغيرة بزاف يعني هذا كان هو بعد يعني الإنسان الأول في حياتي اللي كان كيدعمني ومن بعد كانوا أساتذاء كبار رحمة الله عليهم كان اللي بقي في الحياة وكان اللي توفى مثلا بحل الأستاذ رحمة الله عليه سيد عمر الطنطاوي الله يرحمه كذلك الله يرحمه الفنان الكبير عبد نبيل جيراري من اللي شافني وأنا صغيرة وفرح بيها والعديد من الناس وكان الناس اللي بقين في الحياة اللي كانوا كيشجعوني وكيوقفوا معايا ولحنوا ليها فعلي من توفى الواليد ديالك الله يرحمه أخذتي المصار ديالك رأسك ومن بعد زوجتي أخذه معاك الزوج ديالك كيسي العنفون والزوج ديالك وهي دارس أعمالك نعم هو الزوج ديالي تزوجنا وحنا بقي بالحمد لله في الحياة وحتى هو يعني يكمل معايا وبقي معايا الحمد لله أنه كيوجهني كان تبادله الآراء كان أخذوا آراء بعضياتنا الحاجة اللي ما بحكم هو فنان وفي الميدان الفني ربما توفى عنده واحد كما كان قلوه نظر آخرى فعلي نظر آخرى أنا 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 كان غني كان قدر نشوف الحاجة من واحد الجانب ولكن هو كفنان ومعتمد بالإداءة الوطنية يعني توكي نشوف شوفات أخرين لا هذي ما يمكنش هذي نديروا هذي وهكذا غادي الحمد لله طلعتيش حال من سهرة في القاناة التانية والقاناة الأولى يعني بالكتير نعم سمعتين أصواتك ما كانت فتحت حشوية بشي أغنية من اختيارك الحمد لله كما قلتي أنا للأولى ولا دوزم أنا كان أعتبرهم دارنا يعني التانية الحمد لله لجميع البرامج اللي كانت في دوزم الفنية ولا الأولى الحمد لله كانت عندنا مشاركة مهمة والحمد لله ومن بردي لكم كان نشكر المعدين والباحثين ديل هذي البرامج الفنية اللي كانوا بطبع الحال كيعطونا فراس وكيعطوا علينا بهذا المعنى هذا باش نشاركوا في الحفلات الفنية اللي كتكون صهرات بطبع الحال كتكون يوم السبت فعلا نفتح تحوب أولا نسمعوا مقطع من أي مقطع تختاره للذينب ونكملوا الحوار ديانا نختار مقطع من أغنية لسيدة الطرب العربي أم كالتوم غادي نقول ما إحنا يعني كنتفائلوا بالحب وبالجمال وبكل منيحة جزوين الحمد لله غادي نهدي لكم وحد المقطع سخير مرحبا تفضلي القلب يا عشق كل جميل القلب يا عشق كل جميل ويا ما شفتي يا ما شفتي جمالي عين ولي سادا في الحفل قليل قليل وين دام يدوم يوم ولا يومين قليل وين دام يوم قليل وين دام يومين قليل وين دام يومين قليل وين دام يومين وين دام يومين قليل وين مرحبا تفضلي قليل وين دام يومين قليل صوت حضور ما شاء الله لأخير مخصني القليل على الصوت رغبة أنك دتي محطات كبيرة أنا أريد أن أهدر معك بكل صدق وبكل صراحة الحمد لله كانوا عندي دائماً خرجات إعلامية كانت تكلم عن الفن، كانت تكلم على الأغنية المغربية كانت تكلم على الرواد، كانت تكلم على من اللي يجد كورونا والحمد لله ودرت واحد القروب بديل التضامن وعاوننا، مش عاوننا، كانت مساعدة بناتنا بالفناني الحمد لله خوتنا، أنا كان بغي نخرج إعلامياً ولكن كان بغي نخرج خارجات اللي تكون مهمة لا لي ولا الجمهور يعني كما أنا نستفد إعلامياً أنني نوصل صوتي أو نوصل الجديد ديالي أو نوصل أشنو كان ندير، كذلك الجمهور يستفد من الخارجات ديالي مش نخرج غير هكو داك، في أي منبر إعلامي سواء كان يتكلم على الفن أو على الأغنية المغربية أو لا أو لا يكون بعيد، والمهم أنا نبان فيه، المهم غير باش نبان لا، خاصني ملي نبغي نبان للجمهور المغربي حينت الجمهور المغربي، سبارك الله، ذكي ودواق وكيف يفهم وكيمي وكيميز، ولا الجمهور المغربي مؤخراً بغى الأغاني ديالي نعم، ولا بغى اللقاء الكلاسيكي سنتش مغاج لا، هو الجمهور المغربي، ولا بغى المعقول صافي، آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ لأن باركة وكيفة، يعني أمريكا عندي الحمد لله خرجت كان اعتز بها أنني بنت، ماشي نبان غير هاكو داك سواء في الإعلام، سواء في التليفزيون، سواء لقاء إداعي الحمد لله خاصني ملي نبغي نبان نشرف الفن المغربي، نشرف فرصي، نشرف الجمهور المغربي، ماشي نبان غير هاكو داك نقدرون نقوله اليوم أنه ولا ما نهب وهذا بأصبح في المجال الغناء، مجال الطرب ماشي أش غدي نقولك هما تخلطوا تخلطوا المثاهيم ولا كما قلتي كل كل شي ما بغيناش عرفنا الناس شنو كتدير لأنه ملي كتشوف ناس ملي كيف يقو مثلا وهما خدا من غير كيصوروه شنو كندير شنو كده هذا بعيد هذا ما عنده تشصلة بالفن الفن أراه معروف أشنو ربما صناع محتوى أنا قدرون نقوله صناع محتوى ولا أشنو كندير كنغني ولا كنلحن ولا كنكتب الشعر أو ممثلة أو إلى 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 ولو أنما يعني كل فنان عنده القدرة دياله كل فنان عنده براكته كل فنان يعني الحمد لله ملي كتلق مع فنان آخر كيعطوا شي حاجة زوينا أما بالنسبة لي أنا اختلطت علينا الأمور كما قلتي صناع محتوى وكنت من يكون غير محتوى جيد لأن العيب هو ملي كتكون محتويات فاسدة وكينقلوها بطريقتهم للشاب هذا هو اللي كيحز في النفس أما مع العلم أن كيني الناس اللي كيدروا محتوى جيد منهم دكاترة منهم طباخين منهم ممثلين منهم كتاب منهم ناس كتدير الكوميرس كيبيعوا وكيشريوا كيقربوا عليك المسافة مثلا بعد الأشياء اللي كتكون في الخارج وما هدو ناس مزيان بالعكس الانفتاح مزيان وتقدم مزيان اللي العيب هو أننا ملي كان نبغون كيبلينا ذاك ذاك الجمهورة ما كيفهمش وكن بذوق نقدمه أي حاجة ولكن هو تبارك الله عليه لا لازين تسمح لي قاطع تك نعم فاشا تكوني في لزيلين ما ولا تكوني في شي حفلات تتلقي الفلان فلان فلان يميت الضري تسمعي تشوفي ما كاتعرفيش أو لما تتعرفيش في مجال الفني نعم تجيك شوية غريبة هاد الأمر محلو را مغني را فعلا أنا 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 كانت تغرب ملي كان القامة تلان شي سواء مغني أو شي كان بقى نقول كان بقى نتسائل تنقول هذي متبأ انتبان وفين شفتو اللي ان انتك تتعرف داب هاد اله هاد الى موجة ديال ديال دقياتبان لا ومن غير دقياتبان أنه التصوير كيفاش والله وهاد الياز إبليكاسيون وهذا كيبالك بنادن في شكل مثلا مليك تشوفه على برا ما كتعرفوش ذوينا هذي اه وي انا انا قنستغرب ملي كانت لقى مع ابنها مباشرة مع كي يباليها في شكال وكي يباليها واحد ملي كان الحمد لله انا عندي بناتي ولا ولدي ولا هذا كان قوله هذا في انتي قولي يا لارا هذا هو هذا كفلان انا ما يمكن ليش غد نعرفهم كاملين كذلك انتي قولي يا لارا واحد الاغنية ضاربة انا ما عرفتش انا يا لارا الاغنية الضاربة ما 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 كان امنش بهم ما كان استوعبهاش لانا احنا حلين عينينا مثلا احنا مشي ضد تقدم والانفتاح غير يكون طريقة معقولة ملي كانت سنتو مثلا احنا ري حفظنا الاغنين من الراديو وحفظنا الاغنين من الكاسيت كان اخدو الكاسيت وكان ديروه في المسجال وكان حفظوه دبا ولا كل شيء متوفر بحب يعني ويا ريت كن هو متوفر ولكن كتلقى الجودة قليلة الكلام تهو نعم كنا كن حفظو على الرواد هلا عبدالعدي بالخياط ولا عبدالو عبدالكالي ولا محسين جمال وعبدالو عبدالو عبدالي طواني والملحنين عبدالله عصامي ومن لا يعرفوه بداليل ان اغنية ديالو دبا صوت الحسنين نادرة كيغنيوها في العالم يعني كنا كن حفظو هاد الشيء وكن قلبو عليه عن حب دبا من اللي كتقول شكونا قم عند الفنان يقول لك اللار عنده اغنية ضاربة اش ضاربة صافي ولات المقياس بالعدد ليفي ولمشكيه كن كان هاد عدد ليفي غري كن يكون حين دبا انا اللي كنستغرب اخويا سوهيل وانا غنقولها مباشرة الجمهور المغربي ها هو كي سمعني كنلقى مئتين مليون ولا مئة مليون ولا عجرة المليون وحنا في المغري بقعش حال ازوينا هادي احنا شحال اخويا ضربنا احنا قاع في جوج ضربنا في جوج ما غنوصلوش لهذاك السيد شكونوا شافوه في كوريا ما فهمتش انا هاد المسألة اللي كنت سائل عليها كددخلك لدماغك واحد شافوه خمسالاف عشرالاف نبشو معه تلمية ألف تلميتين ألف غد قولي مثلا اللارة كي الفنان مثلا سعد المجرد كل هنا في الشروط يعني لا كانت مئة مليون جات معها لا لقى الهجة معلش لأنني أنا كنشوف فعلا وكنشوفه الناس لا في أمريكا ولا في آسيا ولا في العالم العربي كله كيغنيوا الأغنية المألم راه ناس في توركيا كيغنيوها راه كيغنيوها يعني لقى لها بصح ولكن بجتقول يا أنا مثلا واحد الفنان كالقى عنده ملي كيلوح هو بوحده كالقى عشرين كالدور ثلثي يام كيلوح هو من شي كتلوح علي شي باج أولادة كالقى مليون أشغل تفهم ما 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 يمكنش يا ربي يا ربي غير دونه محتوى زوين ماشي مشكيل كي تشوك الفنان الشباب اللي طالعين دابا أغاني دياله كيلوح الفناني اللي كيش جاهدون وعندهم أغاني زويني اللي من ناحية الكلام ولا من ناحية اللحن وكتدخل للأدن وبدليل أنا ملي كتشوف مثلا ولداتك كي أديوا بعض الأغاني وانتي كتبيتقولي شكون مثلا هذا كتدخلك لقلبك بوحد الثلاثة ماشي مشكيل ولكن مي كتشوفش كلمات دياله بعض الأغاني فيها بعض الكلام ماشي وهذاك ما 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 بصراحة كيكون ترويج غير لا بطائق المشاهد أو المستمع المغربي بسفتك رائدة من رواد الفن شنو تنصحي الشباب ديالنا اليوم؟ أنا غنقول لك واحد الكلمة نهضرو بالكلام لك أننا إحنا هذا الجيل ديالي أنا ربما ربونا جدود وربونا أمواتنا وجدودنا بحكم أن العائلة المغربية كانوا دائماً تكون الجد والجدة معك في الدار يعني يالله ولات المسألة أن كل واحد كيستقل بنفسه إحنا تربينا أن الأصول الأصول ما عمرها ما ما غدين حدفوها إحنا من لأن أي إنسان أو أي مجتمع أصوله وتقافته وتوراته هي اللي كتتكلم عليه فعلياً ما يمكنش إحنا غنحد في ودش كله ونبان أنا بوحدش كله راح ينتقل أنا بغد وخا قدرت جديد ولكن يكون متأصل يكون متأصل الحمد لله عندنا توراتنا المغربي غزير وتبارك الله كل منطقة عندها تورات ديالها لمن السحراء ولا من الشمال ولا من الشاوية ولا من وجدة يعني كل مدينة عندها تورات ديال كل مدينة كتمتاز بوحد تورات ما أدركه وما في الملحون ولا يعني الحمد لله عندنا تورات غانية ما كرتوش تكون لجنة يعني بحل 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 في مصرية كنا أوقي لا اللجنة اللي ستتعاقب الفناني لذير شي غالط من طبيعة الحال والدليل كنا في المغرب ولكن لا إحنا كنا شخل هذه إحنا كنا شخل هذه كنا مليس بغدري نقابة الفناني لا هذه نقابة الفنانيين عندها ولكن نقابة الفنانيين في مصر مفاعلة يعني ربما شفتي هاد الموجة الأخيرة ديال هادوك الفناني اللي كانوا كي يخدموا في المهرجانات وكيقولوا كلمة كتخدش الحياة وكتخدش كلمة كتخدش الإسلام إلى غير ذلك ربما تم تتوقف ديالهم وانت كتشوف كيفاش كيتعاملوا معهم توقفوا بصفة نهائية أنا حليت عينية مليكت كان بادي صغيرة وكان بغي ندير لحن اللحن تكون الكلام مقبول من طرف اللجنة الكلمات ومليك نديروا اللحن تاني كيدخل تاني كيكون يوم في الأسبوع كتصنطلي اللجنة اللي كانت متكوينة منه روادي الأغنية المغربية كيسمعوا ذلك اللحن واش يدوز ولا ما يدوش وعادش تيصدقوا عليه كنسمعوا بأن الأغنية الفلانية راها دازت وعدي دازت وعدي دازت تلخرج لكم الدعم جامعاكم لا شوف تلخرج الدعم على ذلك الأغنية را جامعا الدعم نستحقه إلا إلا بغي إلا ناخده الدعم رأى أي واحد كيشتغل واحد العمل خصو يتقاضى واحد الأجر على هذا العمل وبالأخص الفنان الفنان راه روح راكيان راه لبس راه ماشي غادي يغنجي غنفيق وغادي نبن للجمعور سقع المواصفات ديالك فعلا الفنان يلاخده واحد دعم راه يستحقه يستحقه للا لزين نعم انتوما دبا أصبحتم يعني جيل مع جيل نعم تتكونوا باركين في التار ديركم تتشوفوا لابا انتوما غادي نسولك إنكم غا تكونوا عارفين المحيط الفني لداخل ماشي الكاميرا والسوشيال ميديا لداخل كيف اشدير كياني فاق كياني الكذب كياني الحسد كياني يوصل تلسم دحكة غريبة دحكتها للذين قلية قلية تكشرة ولا بميذاجور لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم كين كين الشي بشكل خطير تكشرة ربما رأنت أخويا سهيرة كتشوف وكتسمع وكتخرج وكتعيش هذا الشي لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم ونعمة بالله شي نهار للازين مش هتلشي أبين ما أولا شي حفل أولا شي 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 مهرجان وترى لها نحنا كنا تترى لنا وشوفي ما كينش في الدنيا ما تترى لشي شي خلا في قلل منه كنا تتتقلل منه لأنه الكمال لله سبحانه وتعالى عمرك بزاف الفنان صرحه وعلى المشاكل ديالهم عمرك ترى لك شي مشكل لا ما تسميني اسم الفنان لا ما نسميش لا ما شي هو هو مليك تكون مع فنان كتقول كينا واحد المثلا ديالش حلادي اللي كيقول لك لا رأخوك في المهنة ولا أخوك في الصنعة أذوك وخا أنا ما كان آمنش بيها كل واحد أشنو عطاه الله كل واحد أشنو مكتب لي الله ياخذ وكل واحد والباركة دياله هذا الله سبحانه مفرق لأرزق أنا كان آمن واللي غادي مكتبها لك اللغة تجيك غاديك وخا حيدوها عليك ما عرز باش ولكن وصلتي على ذاك المقاولة دياله كتلقى كتلقى شي ناس اللي هما ربما ماشي فنانين وكيديروا شي حركات بهاد المعنى هادا كيميزوا بالفنانين مثلا أنا وقعت لي هيك إننا فنانين عندنا تصوير في حفل غاديكون في التلفازة والفنانين نحنا كنطلقوا كنا كنسلموا على بعضنا تضحكم على بعضياتكم كل واحد شوف قلبه منه منه المولاه المهم أنا كنحكم على نفسي أنا أنا شوف اللي دوا معي أخويا كنسلم عليه اللي سلم عليه كنسلم عليه ما نقولش لك لا نبدأ نقول لك لا أنا كنو لا أراه اللي بغي يسلم عليك رباين غير ابتسامة ركت بيه لك الإنسان أنه بغي يبادلك نفس نفس تحية في الطبيعة الحال حنا أولاد الناس اللي دوا قال لي يا كلمة أنا نقول لي زوج ونكبر بيه ولكن من اللي كتجي أن واحد الإنسانة أو الإنسان وكيكونوا فنانين وهو يبدأ يتحييز الواحد الفنانة ولواحد الفننة على ظهر واحد الفنان وهو مباركين كلهم بعضهم البعض وكيبدأ كيتعامل مع واحد الفنان يعني وكي عطاك نسية مثلا بالظهر وكيتصور مع ذاك الفنان وخانتين ركي كتهضري مع ذاك الفنان وانتي ربما صديقته جاء ولكن هو كيبغي يبين بأنه اللي رهوى مع هاد الفنان هذا وكيتحييز له وهذا دي 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 من من قل الترابي قلت ترابي بالعكس انت منشط او لانت غدي تنشط واحد الحفل او لغدي تقدم واحد الحفل غدي تتعامل مع الفنانين كلهم سواسية اياك اما ملي كتبدك تتعامل مع واحد هكا واحد هكا واحد كتعليه واحد كتهينه لا هذي ما بقيتش ما نقولش أنا حتى مهنية هذي من ترابي الانسان كتحكم عليه البيئة دياله هذي ولي غير تخافك الحالة للي في بطبيعة الحال يحزوا في النفس كتبقى في وخانتي ما كتبقى ماذا قلت تبقى لا كان قلت يقولك الناس في ناسها يعني هذي كرة فنانة غدي يطلقوا مش حد الحفل هو هذك كان حفلات وكانت لقا وكان نهضروا في مبيناتنا ولكن انت ارى لا او لانتي الى حياتي منت مرة تواحد ما غدي يعرفك باتاتر همرك قرب التياف شي حفل انت بغيت جبت من الناس خبير ما تعدينش اثنان امرك خرب التياف شي حفل نو التياف شي حفل شي حاجة بانت لك ما شي تلتمه شي حفل كبير اجي نقولك خويس وهي لحنا مغاربة احنا عندنا الطيبوبة عدنا العصابية عندنا كل شي ولكن من اللي كيهينك شي حد اولا كيقسلك كرامتك را تقبيه را قالوا لي قبيحة للازين كي تشيري بالكيسان لا لا أعد بالله من الشيطة الرجيم لا لا باللتي باللتي تفكرت هذي وقعت لي فعلا وراه ده بكترة ما كيوقعك نساو هذا كنت مشيت لوحد الحفل الخيري غير مشيت نكبر بواحد الناس يعني ما مخلصة ما حتيش حاجة يعني مديب بلاسيا بطو موبيلتك ومبدلها يعني خستك تلبسي حواجك زويني يعني حفل خيري وانت عارف مرة خستك تدوري بحالتك وهذا إلى غير ذلك يعني قدلي شكرك وانا خستهم يشكرك خستهم يزو بك فعلا اعطاولوا واحد كل واحد اشنو داره اعطاولوا واحد خينة يقدم واحد خينة اه حانت علاج قتليوا واحد خينة حينز ما عندو اتشي علاقة باش هو يكون منشط حفل اولا يقدم فنانين هالحفل كانوا في فنانة غاربا كانوا فنانة كانوا مصريين وكانوا مغاربة وكانوا يعني اعلاميين إلى غير ذلك وكانوا منابر اعلامية اعلامية فعلا خدع الميكرو يشكر وكيشكر الناس المنظمين الحفل وكيشكر الناس اللي حضروا وشكر الفنانة وشكر الاعلاميين وشكر كل شي متصورش دلميكرو ما خلا لما نشكر وانا كانت غادين ندير اغنية ديالين بعد منه بلايباك لانا غادين ما جبيش يمشكرك ما جبنيش قابح آنا مكينش وانا بركب المفس معى الله أكبر فعلا من اللي او شمجبش الفنانة كاملة لاشبد كل شي كانشكر فلانا وكانشكر فلان وكانشكر فلان وكانشكر عندك خلاف معها فعلا لا 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 ما كنعرفوش ما كنعرفوش هنا يعني ما عندي نتش خلاف معها غير هو قاعل دخلتي ده منت اخوي ده منت اخوي يسير لدخلتي الحفل كنتي غا تقدمو، غا تسوّل، اللي ما عرفتيش غا تسوّل علي المهم، فعلا مليحة الميكورون هادة السيدة اللي هي كانت منشرة أو هادرها قدّموه باش يقول كلمة هو بدير كي يقدم قدمتني باش ندوز أغنية ديالي بلاي باك ندوز هن هدية لهادوك الناس كبرت بيهم وانا نخد الميكورون، ما تقولش لي قربلتي هالفوق لا نقول لك شنو قلت وورا الناس اللي كانوا حاضرين فعلا قلتلي هاد السيد اللي ندو قدّم را ما بقالي غيري قدّمتها تذك القارديان اللي على برا والناس وقدّمت الطيابة تيشكر الطيابة مع كلها وادا ولكن ما قدّمنيش أنا كزين بياسير أنا زين بياسير اللي جيت متطوّع على هاد الحفل فعلا ما عرف باش ما شنو قلتي؟ آه قلتي بحالو كم قلت لي قدّم الناس كاملة ربما قدّمتها قدّمتها القارديان اللي على برا قدّم الناس اللي دايزين في الشارع ولكن را واحد الفنانة اللي قدّمه را ما أنا قدّمه را ما قدّمهاش ما عرفش ما عرفش هو باش تبلع ما عرفش ما فهمواله وقدّمت الأغنية دي هالي وهدي أعطيت هالي أنا كا باش يتعلم هاد المرة اللي بغايت بيه في الميكرو را الميكرو مش سهل باش ندوه فين را عنده قواعد وأي كلمة كتت تحسب عليك حتش بالصح لأنك تتقدم واحد الحفل على حسب تجربتي أنا مخصكش تنسى تشي واحد لأنه لا نسي تشي واحد تيبقى هاداك السيد مال هادا معاي وتمات يبدأوا الخلافات نعم تمات يبدأوا الخلافات لأنه كان شيء إعلامي معروف ولا شيء صحفي معروف تمات يبدأ خلاف مع ذاك الفنان وهو يقدر يكون نسى ولا ما نساش ولكن دا با أنه تعمد لما أنت أنفاص معاه وما تذكرش كينش يحويج ماش نقول لك أسو هالي إنسان كينساها الإنسان كيتعمد إنسا حينت أنت فنانا وقلتها قداما ذوك المصريين قلتها في صالة قد الخلا قلتها في صالة قد الخلا وفي الأخير من اللي ساليت وهذا جاي كي يعتذر وهذا قتل له لا وعدي مكدارش لا والله هادي والله قتل له لا ما أنت مني بغتي تعتذر الدكرة ودكرة سولة إليش كل الفناني اللي معك مع معرفتينيش أنا كزين بياسير واخا سولة إليش كل الفنانة اللي كينين في الحفل وقرى القفش عند الناس اللي جايين ديرين حفل خيرين كتوبي الأسباع ديالهم مش كوناهما عادة تتكلم لأنها تبقى فيكم الحل شوية من لأن احنا كنقولو بالمثل المغربي ديالنا هاكوة هو سطل العامر ما تيقرقبش سطل العامر ما تيقرقبش كيقرقب الخاوي حتى باد الموجة اللي يولينا شفنا ديال هادي فلانة وهذا فلان وهذا فلان باش كيدويه باش كيدويه باش كي هدروه غير بتصوارو بالتليفون ولكن ملي كيس حط في حفل او لغير عرس مغريبي عابسينا بلا عرس مغربية باش كنخدمو احنا كنخدمو بالأغني ديالرواد اللي مطل الله يرحمو اللي باقي الله يطول عمره كنديرو هات الأغاني اللي دبا كتلاح بالرواد كنخدمو بالأغاني ديالرواد وكنخدمو بالأغاني ديال المشارقة وكنخدمو بالأغنية المغربية ديال بالصح هي باش كننشطو الحفل مش تغنيو الشعبي مع العائلات كانقدمو الأغنية الشعبية اللي بطبيع تالحل اللي تصورت تريدينها لأن المغربية كتغني المغربي الأغنية العصريية كتغني الأغنية الشرقية من بعد كيس khuy levels حفل الناس عائلات كتيجدين الأغنية المغربية الشعبية بالطبيع تالحل اش غي نقولك مشнегоش يخليك تعصمي الانسان عنده عنده تقاف نفسه تقاف نفسه وكي تقابدك الشي اللي كيقدم وأنه متصالح مع نفسه راه شحامني واحد تيقول أنا ما نبقى لأنه هاتشي كي شحام واحد عتازي بسهلا حالي لأنك تلقي واحد يلا ناضي واحد عنده عشرين سانة ولا ثلاثين سانة ولا أربعين سانة يقارن معه وكي تحطه بعض الخانة كي يعاني ومنه تل ممتنة يقول لك أنا ثلاثين سانة ولا عشرين سانة نفسه تتعطاني بحال هادو كعالم آخرته واحد ديت ولا حرج لأنك تلقى فنانا عندهم ربعين سانة ديال المهنة ولا ثلاثين سانة ولا عشرين سانة وتتقارن مع الشباب ومن اللي كيديروه كي يعطيه ضيف شرف وواحد المبلغ مثلا هزيل وكتلقاه واحد تظهر هاتشي ديال تيقول لك إحنا كين ما رجعوا عنده وعلي اللي را عنده وليش تتقوله الحمد لله اللي اعطونا بحالنا بحاله هاش عنده اللي را عنده وارا عنده ليكا ولا يعني شهد شي انا جايك على ليكا انا جايك على ليكا باش نبدله شوية جوة نتعرفك مع الصباح لأننا نبقاهم مع أغنية من الأغاني اللي تتبدأ فيهم الأستاذة زينب ياسر شنو تتخصل لنا انا عارفة عيوني الألب عيوني الألب قتلها ويشتغلنا عيوني الأب مع لنا غير ويشتغلنا عيوني الألب سهرانا ما بتنامشي لنا صحياء ويشتغلنا عيوني الأب 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 يبات الليل يبات صهران على رمشي ونار يمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم ونار يمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم روح روح نوم من عين حبيبي روح يا النوم تبارك الله عليك للذين ابنتين عشيطة في مواقع التواصل الاشي معي ويكون هذا السؤال اللي قبل من الأخير نشيطة في مواقع التواصل الشمالي وصفحتك ستوصل أكثر من ميتين وكتا واربعين كا يعني ميتين وخمسة واربعين ألف متسابيع عبر الإنستغرام وبغينا نتأكدوا وشفنا أولا شفنا عفوان نعم نعودوا اللي بوست خص في الأخير لنا ندرو أغنية مغربية تقولينا جديدك جديدك أغنية مغربية لا لا زين ابنتين عشيطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صفحتك ستصل إلى ميتين وخمسة واربعين ألف متابع وبغيت نتأكد لنا بشي وليس يخلي عني الأرقام دخلت لي بوست أكيد لقيت عندك نسبة مشاهدة حقيقية الحمد لله يعني عندك يا جمهورك عندك ناس لي كيبغي الحمد لله حب الناس ما كيتبع ما كيتش اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أنني أملك نطلق بالناس ولكن أمشي الحفلة ولكن أمشي أي تداهرة فنية الحمد للتي يقولي إحنا كنتابعوك وعليش كتغيب علينا وعليش اللهم لك الحمد الحمد لله نعمة من عند الله ترى الناس خاصة تعرف أش نتقدم الشعب المغربي اللهم لك الحمد كأن الفن وكالغنى وكالكلام وكينقشنو كان بعض المرتشنو كتقولي لنا سنا متنا مع وليداتك كذا يعني الحمد لله لازين وصلنا قبل ما نسمع الأغنية المغربية من تقديمك كلمة أخيرة للجمهور المغربي وجمهور اللي كي يحبك أولاً كنشكرك أخوية سوهيل بارك الله وفك وكنتمنى لك التألق والنجاح الدائم المستمر وكنشكر التقم لي معك هاد أنا كنا أعتبرهم فنانين ومبدعين الشاباب دينا وهاد القناة الجميلة وبرنامجك اللي هو يعني خلف الستار ما وراء الستار لأننا كيف كتعرف أنا ما كنبغيش نبان في منابر إعلامية غيرها كاك باش نكون لا خاصنا نتكلموا مع الجمهور المغربي ولكن أتعرف الوقت لي أنا في الإسبالية كنت تكلم مع الشعب المغربي وكنتمنى الأغنية المغربية الإزدهار والفنانين الروادي والفنانين الروادي اللي بقي في الحياة الله يطول في عمره وكنتمنى ما تبقاش الاستثنائية بالأخص الرواد المغاربة بحل ما يكونوا مثلا مهرجانات أو حفلات راه ما فيها بس يكون معانا رائد من رواد الأغنية المغربية راه الناس متعطشين يشوفوهم راه بقا كي يحبوهم لأنهم بالقير ديالهم باش حنا دبخ دامين راه ما يمكنش غدخل شي ايفين ما هو تقدم لي شي أغنية يلا ديال الفين وثمانتاش راه كنديرو أغاني ديال الستينات وديال السبعينات إلى غير ذلك وهات شي اللي بغيت نقول كنشكركم شكرا لك شكرا لك للذين إذن مشاهدين نتلقوا في حلقة جزيرة مع فنان آخر المقام مع أغنية مغربية من أداء الفنانة والمطربة زينب ياسر يلي صورتك بين عيني كيدير قليبي حتى ينساك حتى ينساك أيام والسنين هي 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 كل يوم كانت رجاك سينين شهور أيام وليالي وأنا مشغول غير بيك عمر غيرك ما يحلالي يسلم فيك ومحبتك هي هي وأنا عطيك العهد وعهدك هو هو يلي صورتك بين عيني كيدير قليبي حتى ينساك هي نعم حلقة جميلة موسيقى